شن معنى كتلة نقدية؟ كتلة نقدية ببساطة ممكن نغلط فيها كتلة نقدية يعني الكاش الورق والحديد القروشات مع الفلوس الكاش مع ودايع تحت الطلب اليوم فلوس الدولة وفلوسك وفلوس أي حد في المصارف التجارية هذا هو عرض النقود لما عرض النقود يكبر التضخم يكبر القدرة على أن الناس هدوما يشروا دولار يكبر في الـ 2011 2010 تحديداً كان عرض النقود 49 مليار دينار ليبي كاش وأرصده في المصارف 49 مليار منهم تسعة فقط كاش يعني منذ تأسيس الدولة الليبية في الـ 51 لحديد سنة 2011 كانت كل ليبيا بقطاعها العام والخاص أفراد ومؤسسات يملكوا فقط 49 مليار دينار ليبي من الـ 51 للـ 2011 الأبصر كم عام من سنة 2011 للـ 2024 ما تضعفش المبلغ لا 163 مليار دينار لما يزيد المبلغ هو التضخم هيزيد قوة دينارك حتضعف مقاومة مصرف ليبيا المركزي حفاظه على سعر توازن للدولار حتضعف الوحشة هو قاعد يكبر قدام عيوننا عام بعد عام ومفيش حد يتكلم عليه وللأسف صعب ان احنا نبسطوه للمواطن بسيط